هذا شوف الآن مهارات وأدوات لمن أراد الكتابة في البحث عموما في البحث عند ماجستير الدكتوراه أو في كتابة كتاب مؤلف مستقيل أو أي مكان مما يحتاجه جمع فيه خلاصات ما وقف عليه هو نفسه صاحب تجارب ووضع تجارب هو من لقيه ممن المتخصصين في هذا الباب من أهل التنظير أو من أهل الكتابات فعلا وجمعهم في هذا الكتاب سمه مهارات الكتابة والتأليف لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ أحمد المنزلاوي وفق الله وهذا الكتاب لطيف جدا وهو جميل والحقيقة أنه جعل فيه خلاصاته وجعل فيه بدأة قسموا إلى أبواب أولا الباب الأول جعله خاص إلى مدخل إلى عالم التأليف عموما ثم الثاني بوصلت الكاتب وهي صفاته لا بد أن تكون في الكاتب إذا أراد أن يكتب لا بد أن تكون فيه أنا ماذا إن شاء الله الإخوة ثم بعد ذلك ما هي العلوم التي يحيط بها الكاتب ثم هنا هالي الباب الرابع خاصه للمهارات الإعدادية يعني مهارات تطبيقية لا بد أن تكون عنده كمهارات تكتب بها أما هنا مهارات الأسلوب والتعبير والسرد لا بد أن تكون عنده يتملكها الكاتب ثم بعد ذلك تقنيات للعرض وشيء من ذلك مهارات الفصلة الثاني يقول من المخ هذا خاص بكذا ذكر ما فيه ماذا ينبغي يكون فيه الباب الثامن عندنا قواعد في النشر والإخراج طبعا هذه يتلمس عند النشر إذا أراد النشر وفق والله لكتاب من أصدارات دار السراج والكتاب الحقيقة جميل ولطيف وهم من أحسن موقفت عليه أو ما نصح من الكتب الجيدة في الباب خلاصة فيها بطريقة معتبرة